شخص وحيد فكر وخطط وفجر وغير الوجه السياسي للبنان بعد 15 عاما على قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يأتي النطق بالحكم ليطوي جلسات ومباحثات طال أمدها وكثر المهتمون والمتهمون فيها القيادي بمليشي حزب الله سليم عياش مدان بالتخطيط والتنفيذ لاغتيال الحريري عام 2005 مستخدما هاتفه الارجواني بهذا الحكم أقرت المحكمة الدولية وبرأت ثلاثة غيره من ميليشيا حزب الله كانوا متهمين بالمشاركة باغتيال الحريري ورغم إقرار المحكمة أن عملية الاغتيال تمت بدوافع سياسية إلا أنها برأت قيادات حزب الله ونظام الأسد من التخطيط للجريمة وكأن عملية الاغتيال لم تتم في ظل نفوذ النظام السوري آنذاك وإشراف أذرعه الثلاث رستم غزالة وغازي كانعان وجامع جامع وللعلم كل أسماء هؤلاء وردت في التحقيق وجميعهم تمت تصفيتهم في سوريا جلسة النطق بالحكم جاءت بتصريحات مواربة تبين حالة إرباك في تجسيد الحقيقة حيث قالت المحكمة إن ميليشيا حزب الله متورطة باغتيال الحريري ثم نفت ضلوع قياديه بعملية الاغتيال وأشارت إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من مسرح الجريمة وبعد كل ذلك تكون الإدانة لشخص واحد وتستغرق المحكمة في تفصيل كيفية الاغتيال والأدوات المستخدمة الحكم الصادر بهذا الشكل لا يبدو أن تكون له تبعات سياسية ولن تترتب عليه نتائج أكبر ما يعني إخراج المحاكمة من محورها الأساسي والتصغير من شأن الجريمة بنقلها من دائرة الصراع السياسي إلى دائرة الجرائم الجنائية ترجمة نانسي قنقر